تتزايد مؤشرات التوجه المحتمى للانتخابات المبكرة قبل نهاية نصف العام الجاري وإجراء تعضيل موسع في الحكومة وحل البرلمان بعد شروع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون فور عودته من رحلته العلاجية الثانية بألمانيا في مشاورات سياسية مع عدد من قادة الأحزاب مشاورات قدم من خلالها حزب جيل جديد عددا من المقترحات تخص ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية كان هنا لقاء عام تكلموا فيها العدد من المواضيع المواضيع السياسية الرهنة خاصة فيما يخص قانون الانتخابات والذهاب إلى حل البرلمان وانتخابات تشريعية ومحلية ستكون مسبقة إن شاء الله في هذا العام الأوضاع صحية في الجزائر أولا لكن كذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قضية حرية العدالة قضية فتح الإعلام قضية المعتقلين وبعض المساجين السياسيين وقد رحبت العديد من المكونات السياسية في الجزائر بالمشاورات الجارية في قصر المرادية بين تببون وقادة الأحزاب واعتبرها بعض المراقبين محاولة لخلق التوافق السياسي قبل الذهاب للمرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح السياسي للرئيس مشاورات أكيد أنها تندرج في إطار البحث عن توافق السياسي الذي يمكن أن يؤسس لبداية الجزائر الجديدة التي كان يشدها الجميع برغم الخفاقات التي لمستها السلطة من خلال ممارستها في التلطرة السابقة وتتزامن التحركات السياسية في الجزائر مع حملة تعبئة على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل العودة إلى المظاهرات كخطوة ضرورية للتغيير بينما يرى آخرون أن الحركة السياسية الحالية هو خطوة كفيلة بتحقيق التغيير الذي يشده الشعب رغم الظروف أن تتبون رعاية الجماعة رؤساء الأحزاب ومعاية الأحزاب بالقدم كما نقوله آفهلاً أذوق القدم اللي كانوا حاكم الجزائر المقبل نحن إن شاء الله هذا الأحزاب رغم تفهمين الوضع إن شاء الله يخرجوا بالنتيجة مليحة إن شاء الله ولا تزال الدعوات قائمة لطي صفحة المرحلة السابقة وإفراز مؤسسات جديدة غير تلك الموروثة عن عهد رئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خاصة وأنه قد تم اعتماد دستور جديد للبلاد بعوضة رئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحركت الحياة السياسية في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات المتلاحقة بينه وبين الأحزاب السياسية وسط تصاعد الاحتمالات بالذهاب نحو حل البرلمان وتعديل حكومي وشيك نريم القداش الحرة الجزائر